أنا متجوزة من راجل كان مطلق وعنده ولد طلقته مامة الولد مش سايبانة في حالنا ودايماً يتكلموا من ورايا وتقولوا انت بعتني وأنا الوحدي في الدنيا وآخر مرة كنا في العربية وبتكلم ابنها الولد كان مش عقل سبيكر وهي بتقوله الكلام ده طبعاً أنا كلمتها تخنقت معاها وهو عشان يراضيها قال لها ما تسيبيش حقك فكلمت أهلي وأخويا جي أخدني وقبل ما أنزل من البيت قال لي أنت على أي أساس هتسيبي البيت قلت له على أساس أنك خاين قال لي أنا ما خنطكيش أنا مش عايز مشاكل معاها عشان ابني ولازم يبقى فيه بيننا صلة صحة أنا عند ماما بقالي أسبوع هو لا مامته حاولت تتواصل معايا بس أنا ما ردتش ومش هرد غير لما يتواصل مع أخويا أنا بحبه وهو بيحبني بس مش هتنازل عن كرامتي وحقوقي تنصحوني بإيه لأ أنصحك يا حبيبتي أنه دي هتفضل أم ابنه أه طبعا وحتفضل الصلة مستمرة أنا عارفة أن نوعية الكلام اللي هي بتكلمهوله مدايقاكي طبعا أنت سبتني وأنا الوحدي وأنا هي عايزة ترجع له غالبا أو يعني زي ما إحنا قلنا قبل كده برضو تشغيله تحلى قوي لما بيروح يتجوز واحدة تاني يعني يظهر أن فيه كده زي ظاهرة عامة بس أنا عايزة أقولهولك أنه في الآخر هو معاكي أنت وجوزك أنت ومرجع لهاش ومرجع لهاش ولو ما اطلتش أنت بتعملي ده هيسيبك أنت آه طب بالضبط هاركزي بقى أنت لأنه هتزهقيه يعني أنت بطريقتك دي هتزهقيه يعني أنا هاخد كلام نهال وكاد غلطان وكاد غلطان وكاد غلطان أنه أنت هيقيل وجوه لذيذ أنت قربي منه زيادة أنت خليكي أنت بعدها غلطان أنا هتكلمه وتشتمها تتخلم معيه ماذا تاخد التليفون من الولد؟ لا ما خليتش التليفون هي أكيد كلمتها في وقت تاني حتى لو غلط غلط كان مفتوح لسبيكر وأنا خد التليفون فكلمت لا وهي بتقوله الكلام ده كلمتها تخنيقت معيه كلمتها بس مش واضحة والولد مش عغل لسبيكر وهي بتقوله الكلام ده فلا خدت التليفون لا ما قالتش خد التليفون ده مش مشكلة دي أو سياني يا شيري ما هونا مش عارفين بقى ده أو ده غلط يا إنتي ملكيش كلام مع الست بيد ده ست إنتي ما تعرفي هاش إنتي دخلت حيات الراجل ده بعد ما الست دي خرجت من حيات وإنتي ملكيش كلام معاها هو بيتكلمها عشان ابنه وحيفضل طول عمره يتكلمها عشان ابنه وطول ما الولد صغير طول ما الكلام هيبقى كتير كل ما الولد حيجبر كل ما الولد كلام حيق Zentقميات العروي ما تحاول ما تحاول زي ما هي عايزها هو مش عايز إرجع لها هلأ هو كده هيفكر يرجع لها بالنتي بتعمليه بالنكد اللي انت بتنكديه هو يقولك تب مرجع بقى لأم ببدي بقى النكديها نكد بنكد نكد بنكد بقى لأ غلطانة لايمي اموري كده وزبتي حالك وحاماتك حاول تتكلم برديك وعيب قوي حاماتك تتكلم ما تردش عليها اتراضي واثبوتي نفسك وانسيها وحطيها وردارك لو بتحبي الراجل ده وعمليله حياة سعيدة عشان انت ممكن تنسي كل حاجة وبقى دينا على فكرة حاماتك مش هتنسى انها هكلمتك ومردتش عليها عشان دعيب مش هتنشد دحلك قوي كده ليه